موسيقى ليش بدل الصيد حالياً شوي يقل في الفترة هذه في الزمع في الخمس سنوات العشر سنوات هذه السمش اللي في الأعماق بالأخص الشعري والهامور والكوفر هذا السمش قال عمرك الصيد زاد عدد الصيادين زادت ويطلعوا يعني مشتركاً بين دول المسقارباء السمش يعني متحرك والصيد قبل كان معدات قليلة عدد معين سمش صاحب كثرة كان لكن حي ما شاء الله كل ما زادت العدد زاد الصيد والناس انت عارف أنا حسن محمد عبد الله أبو محمود معروف اني بالفجير أنا كان عمري 12 سنة وتعلمت البحار من بعد توفى حياة أبوي بقينا حنبروحنا بقينا أنا أخوي عبد الله أنا عامل البحران مشي أخوي بعد مع الجماعة ومع مني ومع مني بعدين كونا وعملنا بروحنا يعني الترتيبات هذي كلها ودخلت البحرانوية وعملنا الأشياء هذي بعدين كل من أخذ يعني في طريقه أخوي أعمل بروحة يعني المهنة هذي وأنا عملتها بروحي من ديك السنين يعني أنا أقولي من 68 69 أنا أشتغل في البحار يعني الاتحاد جانا 42 سنة فأحسبين أنت السنين الباقية اللي أنا فيها يعني أنا معاملتي يقارب 48 49 50 سنة في البحر الآن كل شي ممنوع كل شي الوزارة البيئة أصدرت كل حاجة ممنوع أي بمعنى الشغولي أولي أشتغلها أنا الآن ممكن أنا أقولي سبع يعني محن سبع شغلات عندي داخل البحر الآن كلها ممنوع ما عدا واحدا ممكن هذي تمنع بعدين أنا داخل البيت نوم أنا شغلي أول أشتغل هم الحين حجة مال البيئة لأن هذا الحين دخل كل العالم كلام مش عن بيئة محافظة على البيئة حيوان طير سمك غير أول لازم تحافظ عليه أوكي هذا شي طيب الوزارة ممكن تدبهنا في هذا الشي الصيد في فترة اللي ينزل حبل اللي هو يبيض السمك الفترة هذي الحين حالياً أي شي تشتريه تحاصرها تحاصر تحاصر فيه حبل فيه وهذا الفترة من شهر الأربعة شهر أربع وخمسة الشهرين هذي السمك المفروض يكونوا ما يغثونه عشان يكون ينجأ البر وعادةً يحمي نفسي نفسي عيالي ينزل الحبل في البر عشان السمك الكبار المفترسين هذي ليأكلوا الحبل عشان عندما شوية ينموا يجي العمراء بعدين يغزر اشتركوا في القناة